بيزنس انسايدر بتقولك خطة سلام هي مناقشة الانتصار الروسي هيكون عامل ازاي في اوكرانيا لان خلينا واقعين جدا الروس كانوا واضحين ان هم عاوزين لاربع مناطق دول وخلي بقى الروس غارز وجامد حرب روسيا اوكرانيا وقدموا تضحيات كتيرة جدا سواء بقى في عدد الجنود الخسائر اللي طلعت للجيش الروسي والمعدات اللي تم أسرها وتم تدمرها في حرب اوكرانيا ودلوقتي دخلنا ان روسيا اعلنت التعبئة الجزئية لدخول جنود روس داخل حرب اوكرانيا كل ده بيزيد من احتمالية ان اي عرض لانسحاب روسيا من اوكرانيا غير موجود اصلا خلي بقى دي نقطة لازم توقف عندها ان الاجابة على خطة السلام دي هتكون ما عنده اوكرانيا لان انت هنا بتتكلم على ان الغرب قادر على الضغط على زيلنسكي عن طريق بقى تشويه سمعته وعن طريق حجبه عن الاعلام عن طريق مسلا ممكن ان هو يتخلص منه اصلا انا بقولش قتله بس ان هو ممكن ينزله من رئاسة اوكرانيا كل دي لازم تعرف ان الغرب عنده اساليب كتيرة جدا للتخلص او للضغط على زيلنسكي بشكل كبير ان هو يقدم تنازلات ان هو يسيب الاربع مناطق ده فالاجابة ممكن تكون عند الجانب الاوكراني مش عند الجانب الروسي وهم هنا بيتكلموا على خطة سلام مرحلية اما لو تتكلموا على خطة سلام شامل فهي هي نفس المعطيات بس يجب ان تعلم لو انت عاوز روسيا انسحبه من اوكرانيا بخطة سلام شامل مفيش حل عند روسيا جير حاجاتا بس ان انت تقتل بوتين اشتركوا في القناة